الأوساط الأمريكية بدأت تنظر بجدية إلى وضع العراق بعدما حدث في أفغانستان من السيطرة لحركة طالبان بالكامل على كل الأراضي الموجودة في أفغانستان وتحديداً على كابل التي أعلنوا قبل قليل بشكل رسمي السيطرة عليها وطبعاً هذا بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية تذكروا أمراً صار بالضبط في السابق في العراق في عام 2014 وهذا طبعاً هذه السرعة كانت مثيرة جداً في أفغانستان إذا ما ألقنا نظر على طبيعة اللي صار تحديداً إلى يوم أمس الحكومة الأفغانية يعني كانت حقيقة كل اللي بقى تحت سيطرتها هي العاصمة كابل بهذا الاتجاه وكذلك جلال أباد ولكن المشكلة الحقيقية اللي صارت لهم أنه بمجرد ما بدأت حركة طالبان بعدما سيطرت على الكثير وكل هذه المناطق بدأت تأتي من كل الاتجاهات طبعاً عدى جلال أباد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليلة يوم أمس بأن جلال أباد ستسقط بسرعة كبيرة جداً لسبب مهم جداً أن هناك مجموعة عرقية اسمها البشتون وهذه طبعاً هي أصلاً تنتمي إلى حركة طالبان وعدها تواصل مع حركة طالبان بشكل كبير لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عارفت بأن السيناريو سيكون سريعاً جداً للسيطرة على جلال أباد وبالتالي يكونون حركة طالبان على بعد فقط 115 كيلومتر وعلى هذا الأساس الأمريكي كان بسرعة ليلة يوم أمس تحركوا بطائرتين من طائرات البي 52 من قاعدة العديد القطرية في مهمة مهمة جداً هي لإبطاء عملية التقدم من حركة طالبان وكانت حركة هذه الطائرات طائرات البي 52 طبعاً التي ظهرت بالرادارات بهذا الشكل كما تلاحظون وظلت مستمرة ومنطلقة إلى الأراضي الأفغانية طبعاً هي أول ما اجتي جتي إلى قندهار مباشرة وهاجمة مطار قندهار قامت بعمليات قصف على حركة طالبان لأنهم مسيطرين على هذا الإقليم المهم واللي هم سيطروا عليها طبعاً بعد قتال عنيفة في نفس الوقت إنه هو أمر استراتيجي عملوا عليه منذ يوم الخميس الماضي وبعد ذلك توجهت البي 52 طبعاً إلى كابل من أجل حماية المناطق اللي كانت مسيطرة عليها حركة طالبان بعد ما وصلوا تقريباً بحسب آخر التقارير إلى ليلة يوم أمس إلى 10 كيلو متر فقط ومن أجل أيضاً أن يعرفون تماماً أنه من جلال آباد مثل ما قلناً قد يحتاجون حركة طالبان إلى أن يوصلون إلى جلال آباد إلى أن يوصلون الـ 115 كيلو متر تحتاج إلى وقت خاصة إذا البي 52 بدأت بالقصف وبعد ذلك توجهوا إلى مزار شريف من أجل القصف لكن ما قصفت طائرات البي 52 هذا اللي بيين من اليوم على الأقل قبل ساعات من الآن تبين بأنه لم تقصف البي 52 في مزار شريف وأنه في مزار شريف سيطروا على الأقل على 20 هليكوبتر و10 طائرات عسكرية طبعاً تابع لي الجيش الأفغاني الذي استسلم طبعاً في الكثير من هذه المناطق سلم وستلم هذا اللي صار لم تكن العملية عملية اقتحام وعلى هذا الأساس الولايات المتحدة تحركت هذا التحرك قامت بالضربات من أجل منع حركة طالبان من التقدم وطبعاً لهدف أساسي مهم جداً هو ليس لحماية الحكومة الأفغانية لا أبداً بل إن القضية هي لحماية البعثة الموجودة في السفارة الأمريكية تحديداً في كابل اللي هي طبعاً موجودة تقريباً في هذه النقطة وكذلك السفارة الكندية التي لا تبعد الهدف أنه يوصلون إلى المطار الموجود في كابل المسافة ليست بعيدة أبداً المسافة عبارة عن تقريباً 4.5 كيلومتر فالهدف هو لحماية هذا الطريق الذي هو طبعاً مؤدي إلى المطار من أجل إخلاء أرسل وقوات لإخلاء حقيقة الموجودين في السفارة الأمريكية وكذلك المتعاونين مع الأمريكان على مستوى مترجمين وغيرها ومع عوائلهم ولكن الأمور كانت سريعة للغاية إلى درجة أن حركة طالبان يعني كان سريع التقدم ليس هناك أي بوادر مقاومة وبالتالي دخلوا إلى جلال آباد من الصباح الباكر وتقدموا بسرعة كبيرة جداً وبدأ الدخول من جميع المحاور على كابل طبعاً وسيطروا على حقيقة الضواحي الموجودة لحركة أو عفواً إلى كابل بالنسبة لحركة طالبان وبالتالي طبعاً صارت السفارة الأمريكية أمام حال أنه يجب أن يتحرك ويجب أن يتصرفوا والتصرف هو عملية حقيقة حرق ما تبقى من الموجود في السفارة الأمريكية وهذا بروتوكول معمول به بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب أن يحرقوا ما في السفارة لأنه للك أمور استخبارية هو ليس مبنى للسفارة حقيقة عادي هذا مبنى فيه الكثير من المعلومات الاستخبارية وبالتالي حرقوا عمدة الدخان ظهرت من هذه السفارة الأمريكية ولكن بعد أن قاموا بنقل جميع الموجودين في السفارة بطائرات الشينوك بهذا الشكل وعادوا مباشرة حقيقة إلى الإمارات أو إلى قطر أو غيرها من هذه عمليات الانسحابات هذا السيناريو الذي صار خلى في الكونغرس الأمريكي أن تكون هناك اعتراضات كثيرة جداً من شخصيات مهمة جداً وتحديداً من الحزب الجمهوري لينزي جراهام السيناتور الجمهورية الأمريكية المعروف كذلك ميتش مكونل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي كلهم اعترضوا على طبيعة وطريقة الانسحاب التي قام بها جو بايدن قرار الانسحاب كان موجوداً أصلاً من فترة دونالد ترامب هو الذي وافق وناقش قضية الانسحاب يعني جو بايدن هو الذي طبق الموضوع لكن طريقة التطبيق هي المعترض عليه واللي على أساسه دونالد ترامب أصدر بياناً وقال بصريح العظارة أن طبيعة الأمور المتفق عليها هو أن نسحب على أن لا تتقدم طالبان وإذا تقدم الطالبان سيكون هناك تحرك ضد طالبان من الولايات المتحدة الأمريكية والتزام من البنتاجون بالقيام بضربها ومنعها من التقدم بايدن سمح لهم بالتقدم لكن السؤال الأهم هل ما حدث في أفغانستان سيؤثر على بايدن في الانتخابات القادمة في عام 2024 أو الديمقراطين على مستوى انتخابات مجلس النواف في عام 2022 ولكن إذا ما نظرنا إلى بايدن تحديداً هل ستؤثر عليه؟ لا أبداً وهذا طبعاً الأمر واضح من عملية تصويت موجودة حقيقة على كما تلاحظون وثقتها اللوس أنجلس تايمز اللي هي من الشيكاغو كانسل عن جلوبال أفيرس سووها في شهر سبعة هل أنت تدعم قضية القرار انسحاب بايدن من أفغانستان أم لا؟ طبعاً الموافقون كانوا من عشرة من كل عشرة أمريكيين سبعة موافقين على الانسحاب مالة بايدن وثلاثة غير موافقين ومن الموافقين من هؤلاء السبعة من كل عشرة أمريكيين سبعة وسبعين بالمئة بهم من الديمقراطين وستة وخمسين بالمئة هم من الجمهورين فلذلك يعني جو بايدن لم يقم بشيء مثلاً هم معترضين عليه بالداخل الأمريكي لا أبداً الاعتراضات هي تأتي من الخارج من دول الشرق الأوسط يعتقدون أنها سياسة خارجية سيئة ولكن هي لن تؤثر على جو بايدن بحسب على الأقل هذه الأحصائيات التي رأيناها والتي صارت طبعاً مثل ما قلناه في شهر سبعة السؤال الأهم الآن اللي دي يصير هو أن الحكومة حقيقة الأمريكية والأوساط الأمريكية بدأت تنظر إلى الحكومات الحليفة إلها كولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الحكومات كل ما تسقط تأتي حكومات أكثر استبداداً وأكثر تطرفاً وأكثر عداءاً للولايات المتحدة الأمريكية وأخذوا أدد من الأمثلة على سبيل المثال حقيقة الصين الهندية في عام 1975 من صارت عملية التحول ضدهم في أثيوبيا في إيران في عام 1979 جاءت حكومة هي ضد التوجهات الأمريكية وكذلك ما حصل في العراق كما هم لاحظوا يعني حقيقةً إذا ما نظرنا إلى العراق أنه صارت في قضية تنظيم داعش الإرهابي أنه من صارت عملية الإنسحار ظهر تنظيم داعش الإرهابي وهم أكثر عدائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عندما قارنوا الوضع بين أفغانستان وبين العراق وجدوا أن الأمر مختلفاً على الأقل بالنسبة للناشنال انترست الأمريكية وجدت أن الوضع بالنسبة للميليشيات الإيرانية لمن يعتقد أن الإيرانيين قد يسيطرون الآن الأمريكان يعتقدون أن هذه الميليشيات لا تمتلك الأرضية المطلوبة كما حركة طالبان الوضع مختلف تماماً هناك تلاهرات ناس رافضين للتواجد الإيراني وممكن جداً يعتقدون أن يندلع صراع حقيقة بين الجماهير بين العشائر وبين الميليشيات الإيرانية لذلك لن تتمكن من القيام بما ممكن أن تقوم به كما قامت اليوم حركة طالبان وكذلك يعتقدون أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي كما حدث في أفغانستان فإن تنظيم داعش الإرهابي ممكن أن يشكل خطراً وصراعاً مع الحكومة العراقية لكن هم الآن الفكرة أنه إحنا لما واجهنا كأمريكان تنظيم داعش الإرهابي فالقضية انعكست علينا بأن النفوذ الإيراني ازداد في العراق وسيطره فبالتالي نحن لا نريد مواجهة خصوم خصومنا أو نواجه خصومنا من أجل خدمة خصومنا لأن الطرفين داعش ضد أمريكا والميليشيات ضد أمريكا فالفكرة الجديدة يقولون بأنه إحنا لازم ننتظرهم واحد يقاتل الثاني وننتظر الفرصة المؤاتية لكي نستثمر بها لأن كل تجاربنا السابقة بالماضي لم تأتي بنتيجة وهذا هو اللي ثبتت طبعا الناشنال تايمز على الناشنال انترست عفوان على هذا الأساس شف شون اللي قالت على واشنطن أن تكون حذرة من كيفية تدخلها ضد خصما دون أن تفيد خصما آخرا عن غير قصد على سبيل المثال انتهت تدخلها الأمريكي ضد داعش في العراق بخدمة المصالح الإيرانية ولذلك يجب نحن كعراقين أن ننتبه لهذا الأمر تماما لأن التفكير الأمريكي بدأ يتغير بدأ الوضع يتغير تماما وعلى هذا الأساس لا بد من النظر بجدية إلى ممكن أن يتغير في هذه المنطقة مع النظر أيضا إلى لبنان وما يجري هناك من عملية انهيار قد نراها في الأسابيع القادمة وضفة Kiss اشتركوا في القناة شكرا